اهلا ومرحبا بكم نكمل على موضوع ال sdn idea software defined network ونشوف مواضيع الخاصة بالvmware الدرس السابق تكلمنا او بدينا الكلام عن ال vmware وعرفنا موضوع ال overlay وال underlay وهو موضوع او نقدر نقول فكرة مفتاحية ليفهم ال sdn في عالم ال virtualization وبالخصوص في عالم ال vmware زيل ليش ال vmware هل ال vmware مختلفة طبعا مختلفة واختلافة حقيقة لازم عندك معرفة بال virtualization اللي يقدمها ال vmware حتى توصل لك الفكرة اليوم ان شاء الله هناخذ فكرة ال nsx بس قبل ال nsx يجب او لازم تعرف موضوع ال host اللي هو يتمثل بال ESXi ولازم تعرف موضوع ال vcenter وقدنا شي اسم ال vcenter vcenter server هذاني لازم نعرفهن يلا بعدهن نروح نعرف ال nsx خلو روح نحاول نشوف فكرة هاي المواضيع ارجع لك على نفس الرسمة اللي كانت في الدرس السابق لاحظوا يعني هذا يسمى host يعني هذا server بداخله يتنصب شي اسمه ال ESXi هذا ال ESXi شنو موضوع خليني بدي step by step حتى نعرف في ال overlay كيف صارت اوكي وقلنا ال overlay هي مستندة على ال underlay اوكي يعني هاي network صارت virtual او logical صارت وقعد عليها ال application طبعا قعد عليها ال ios بالبداية ال operating system بدي استخدمها وفي النتيجة ال application كيف صار هذا الموضوع خليني جيها نقطة 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 اول شي انسى موضوع ال vmware اللي انت تنصبه عندك بالكمبيوتر والسوي virtual pc هذا يسمى vmware workstation هذا احنا الان دا نتكلم على ال enterprise بال enterprise قل لك هابا هذا مو سيرفور هنانا وسيرفور امكانياته عالية جدا حاجي انصب عليه فالشي اسمعي ESXi اللي هو ال hypervisor او ال engine محرك ال virtualization هذا هنان هيصير وهذا هيقدر يستخدم ال resource مالتك هتقول لي شنو كلمة resource هاي معناته ال cpu والرام والمether board يعني ال cpu والرام قاعدات على المether board وطبعا كذلك ال storage ال storage وال network هاي كلها تعتبر resource اوكي cpu والرام وال storage وال network هاي كلها تعتبر storage قل لك انه هذا ال engine مال ال virtualization لح يتنصب هنانا وهو يدير لك هاي المواضي ال cpu والرام وال storage وال network حقيقة ال storage طلعت خارج صارت اهنانا وكذلك ال network اكيد لاح يطلع منها cable ويدخل اهنانا الان خلونا نبحث ما هو داخل هذا السيرفور او يسمى host اوكي يسمى host نرجع مرة اخرى جينا بداخل هذا السيرفور اوكي بداخل هذا السيرفور ايش نصبنا نصبنا ال esxi وحفظة هذا من ال vmware ونصبناه هنانا زين وراها شنو هنجيب اللابتوب مالتنا هنانا نربط معه cable على ال interface مالته يعني وبعده ما مربوط بال switch انسى هذا الربط اخذت cable مننا هتنصب برنامج اسمه vcenter client هذا ال vcenter client وطبعا انا اشرت لهذا الموضوع كثير بمحاضرات كثيرة بس خلونا ندي step by step vcenter client هذا هيقدر يمنج ال esxi زين احنا شنريد نسوي بال esxi هنسوي vmات virtual هنا vm و vm اخرى و vm اخرى و vm اخرى خلينا نقول مثلا صار ادنى مثلا صار ادنى اربع او ثمانية virtual server هتقولي دقيق ادنى virtual داخل هذا السيرفر ايه نعم هذا كله ده يجري داخل فقط هذا السيرفر اللي اطلقنا عليه اسم شنو الهوست تمام هدنى ال vm اللي بداخل هذا السيرفر خلي اخذ سهم و اقولك يا بذنى هنا تمام هدنى ال vm كيف يتكلمن بيناتهم يعني مثلا هذا ال ip مالتا 10.1.1.1 هذا ال 10.1.1.2 كيف يتكلمون بيناتهم انتبه هذا كله داخل شنو داخل ال esxi قللك ما دام احنا سوينا virtual pc او virtual server هنخلي لهم كذلك و يجب ان نخلي لهم شنو virtual network و نربط بيهم هدنى virtual pc حتى يتكلمون together طبعا هاي virtual network هنانا اللي يتكلموا بيها virtual server هذا يسمى هذا اول جزء بالnetwork لازم تعرفه يسمى ال standard switch و داما يسمو ال vss ال virtual standard switch هذا يربط لك شنو يربط لك بين ال vmات بيناتهم من خلال port يسمى port group و اذا ان شاء الله نتعمق بيها بدروس ال vmware وتعرف هاي المواضيع طبعا اللي عندهم خبرة بال vmware هذا الموضوع هيكون واضح جدا عده تمام هذا كله دي يصير او دي يصير لمنج من خلال برنامج شنو ال vcenter client اللي دي يمنج انتبه one ESXI single individual تمام جينا هنانا هذا ال host الاخر كذلك نصبنا عليه ال ESXI اوكي و على ال ESXI اكيد صار عدنا شنو صار عدنا اكثر من vmware خلينا نقول هو هذا ال ESXI و كذلك سوينا مثلا ثمانية نفس الوضع اللي صار هناك او خلينا نقول ستة مثلا جبنا لهم او هو يجي مع ال ESXI و مع ال vcenter او مع ال ESXI يجي شنو الجهاز ال virtual اللي شفناه جديد شسمه ال virtual standard switch virtual switch اللي موجود مع ال ESXI تمام حتقولي ذول حيحشون ببياناتهم و كذلك يحشون ذول ببياناتهم و خلينا نسمي هذا host 1 وهذا host 2 زين ذول اتنيناتهم يريدون يحشون together كيف حيصير الكلام ببياناتهم يعني يعني host 1 و host 2 يريدون يتكلمون ببياناتهم كيف الكلام حيصير انتبهوا اياه شوية هنانا ال host هاذا خلينا نحصره كذلك باللينك هنانا one minute هذا ال host اللي قلنا احنا سويناه داخل ال host الاول هذا يريد يتكلم مع هذا ال host و قلنا هذا السيرفر اكيد عنده انترفيس وهذا الانترفيس لايمن يكون 2 جيج هذا وين مربوط مربوط بال switch تمام وهذا كذلك 2 جيج هذا كذلك ال host 2 ال host 2 كذلك عنده لينك مربوط شنو مربوط بهذا ال switch وطبعا هو دي يصير ربط مثل هذا اللي دي شوفه حتى فقط توصل للفكرة هذا ال switch مع هذا ال switch كذلك مربوطين together هذا حيسمى uplink حيتصل كذلك virtual هنا بداخل هذا virtual switch ممكن انه يتصل بال virtual switch الان اكو نقص بالموضوع شين هو هنا كذلك هم لازم اجيب لابتوب واربط الحاسب مالتي ممكن على ال network واسوي له configure من خلال v center v center شين هو client قال لك هذا الموضوع ما يفيد هل ممكن اجمع هذا ال host مع هذا ال host واثنيناتهم اسوي لهم cluster او اسميهم اثنيناتهم data center مثلا اجمعهم كيف يابت اجمعهم يعني اثنيناتكم قال لك هاني اسوي شيء ال vmware هتسوي شيء اسم ال v center server هذا مشهور جدا ال software او ال application هذا يحتوي على database كاملة تقول لك هاي ال database هاني من حسويها هنا اوكي وانا ازلها ب server اخر منفصل ممكن وحتى ممكن يتنصب ب host مثلا هذا هو هنا يتنصب اوكي خلينا نقول هذا هو وبعدين اجي اصيح هذا ال host واصيح هذا ال host اوكي واحنا في مثالنا خلينا نقول في مثالنا حتى فقط ما تروح الفكرة في مثالنا اجيب هذا ال host هنا اقعد عندي اوكي هذا هو ال host رقم واحد اجيب هذا ال host الثاني اللي اسمه host رقم اثنين مع ال virtuals PC multi مع ال virtuals PC multi يعني هذا بي 6 virtual server وهذا بي 8 صح هذا الني امامك ومع الشنو مع ال virtual switch مالاتهم يجون سوية تمام يقعدون وين يقعدون بال v center وانت من اللابتوب هنا بدل ما تدير كل واحد individually هتروح لل v center server هذا يدير لك many ESXI many host many engine of virtualization ويسويلك اياها consolidation ويوحدها يسويها كتلة وحدة او data center virtual كاملة وحدة تمام هنا التساؤل هل هنبقى نستخدم هذا ال switch اللي هو virtual switch لا اجا ضيف جديد انتبه اجا ضيف جديد جدا مهم اسمه شنو هنا يقعد خلينا نخلي هنا مثلا اسمه اسمه Distributed Virtual Switch قل لك هذا الـ switch هذا أقوى من الـ Standard Switch كيف أقوى؟ قل لك هذا يقدر يسوي connection between two hosts هل أحتاج أسوي اتصال بين عناتهم؟ نعم نحن مو قلنا صار Consolidation متوحدة وإذن صار عدنا سوج جديد اسمه Virtual أو Distributed Virtual Switch يسوي لي الحوار بين أكثر من hosts طبعاً مو فقط اثنين أكثر من hosts ويسوي لي الـ Connection بينهم يسوي للحوار بين different and different hosts إذن صار عدنا two devices أحفظها وأحفظ تسلسل الأحداث الـ ESXi إجاب البداية كنا نسوي لمن يجعل الـ vCenter اكلاينت وصار عدنا ولازم يجي عدنا الـ Virtual Standard Switch وبعدين اطور الموضوع قال لك احنا ما نقدر host by one by host نسوي له Configuration Individual إجا شي اسم الـ vCenter Server قعدنا بي شنو أو سوي استضافينا بي كل الـ Hostات اللي موجودة هنا وبالنتيجة صار عدنا شنو صار عدنا switch جديد هنا طبعاً أكثر من hosts هنا حيصير صار عدنا switch جديد هنا يسموه Virtual أو Distributed Virtual Switch هذا مهم جداً تمام خلو نروح خطوة أبعد أخيرة حتى نقدر نكمل بيها هذا الـ session أو هذا الدرس هذا شنو صار عدنا أكثر من host هنا صار عدنا أكثر من host هاي الـ hostات بيها شنو قلنا بيها virtual server بداخلها طبعاً أكيد شبكات مختلفة أكيد different network هذا 10-10-1-2021 كيف أسوي راوتنج بيناتهم؟ قال لك سابقاً لازم اللي ترفي كمال هذان الـ hostات يطلع خارج الـ VMware يروح للـ Nexus Devices لأجهزة السيسكو مثلاً يسوي راوتنج ويرجع قالت لك VMware ليش ما أصير أثكى من هذا الموضوع وأسوي Virtual أو فشي اسمه Logical Router Logical Router أسويلي وأسويلي كذلك Logical شنو Logical Firewall قبل كنا نطلع برا يعني هاي الـ VM هنانا تريد تسوي connection لهاي الـ VM اللي هنانا لازم تطلع شنو برا تروح على راوتر وتروح من هذا الراوتر يسوي لها الـ Routing هنانا مااني كل هند أسوي له من خلال الـ V Center ليش ما أسوي فالترتيب على الـ overlay أو أسوي فالـ overlay network هنانا هتجمع لي الموضوع هني هسوي Logical Router بالنسبة للـ Routing والـ Firewall أو Security هسوي Logical Firewall كذلك وهسوي Services Layer 4 to Layer 7 فبالنتيجة هنانا ظهر مفهوم شنو مفهوم الـ NSX طبعا ودخلنا بالـ SDN بعد هاي الخطوة بشكل واضح جدا لأنه حيصر عندنا Routing Firewall Layer 4 to Layer 7 Services كل ها سوفتوير وكل ها أبليكيشن تسوي لهذا الموضوع أتمنى فكرة هذا الموضوع وتسلسل الأحداث بالـ VMware وصلت لك بشكل صحيح نكمل على الدرس القادم وصلت على هناك فتله موسيقى ترجمة نانسي قنقر الثاني لن اغلب نصف وحده موسيقى متشفر